بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرت من سجاياه وأخلاقه الحميدة التي ما يتخلق بها عبد إلا حفظه الله جل وعلا وهذا من ظنها بربها عز وجل لأنها كانت امرأة عاقلة امرأة حكيمة رضي الله عنها أم المؤمنين خديجة وبعد ذلك بعدما هدأ النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له خديجة ما قالت من التهدئة ذهبت به إلى ابن عمها ورقه بن نوفل ورقه بن نوفل هذا رجل من أهل مكة قد تنصر وكان على النصرانية ويعرف العبرانية يعني يعرف كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك يعني تريد وهي تعلم خديجة رضي الله عنها أن ورقه بن نوفل كان يعرف علم أهل الكتاب فظنت خديجة كما قال أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها ببعض الرؤى فكما جاء في بعض الروايات عند أهل السير أنها قالت له صلى الله عليه وسلم لعلك تكون نبي آخر الزمان فذهبت خديجة رضي الله عنها لورقه وقالت له اسمع من ابن أخيك يعني تعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لورقه أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل بكل ما حدث له عليه الصلاة والسلام فقال له ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي نزل على موسى هذا الناموس الذي نزل على موسى لكي يعني يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما علم يعني ورقة كان عنده علم من الكتاب وكما ذكرنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به في الحلقات التي ذكرنا يعني بشر به عند أهل الكتاب أن نبي آخر الزمان سيخرج وبيّنوا صفته وبيّنوا مكانه ووقت خروجه فورقه بالنوفل عنده علم من الكتاب أيها الإخوة فقال له ورقة والله أو قال هذا الذي هذا الناموس الذي نزل على موسى فبيّن أن هذا الوحي هو الوحي الذي نزل على موسى ثم قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني كنت جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم فقال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وفي رواية إلا أودي وإن يدركني أو يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي فنقول هذا الكلام أيها الإخوة أن ورقة بن نوفل أخبر بما علم وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان ولا شك أن هذا الكلام أو الكلام الذي ذكره ورقة هو تهيئة وتوطئة وتسكين لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره ورقة أيضا بأن هذا الذي نزل عليك هو النموس يعني جبريل الذي نزل على موسى نكمل ما ذكر ورقة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل لما انطلقت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم لورقها بن نوفل وقد ذكرنا أنه كان عنده علم من الكتاب وكان يكتب الكتاب بالعبرانية فذكر ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي نزل عليه هو النموس الذي نزل على موسى فقال ورقة يا ليتني كنت جذعا فتمنى ورقة أن يكون لأن ورقة في ذلك الوقت كان رجل قد كبر سنه وكان أعمى ورقة بن نوفل كان على النصرانية وهي ديانة سماوية وكانت مقرة في ذلك الزمان وأيضا أيها الإخوة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحلقات الأول أن هناك من كان على الحنيثية ملة إبراهيم ومن أولئك زيد بن عمر بن نفيل وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد لزيد وكذلك لورقة بأنهم من أهل الجنة واختلف أهل العلم هل يعتبرون من المسلمين أم لا لكن زيدا قد توفي كما ذكر اهل السيطة كما ذكر اهل السيطة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سيخرجه قو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم يعني ورقه بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء رجل أو نبي بالذي جئت به إلا أخرجه قو فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا أو مخرجيهم لماذا أيها الإخوة قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق وحميد السجاية وكان محبوبا عند أهل مكة عليه الصلاة والسلام ودائماً ما كانت صفاته حسنة يكون له القبول عند الناس ويكون له الحضوة عند الناس كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم استنكر واستغرب أن يخرجه قومه فقال له ورقة نعم لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي فبيّن ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعادى وفي رواية إلا أوذي وأنه سيؤذى لذلك نقول أيها الإخوة وأيها الأخوات نقول لأولئك الذين يدعون إلى الله جل وعلا سواء يدعون إخوانهم المسلمين أو يدعون غير المسلمين أنهم سيعادون وأنهم سيؤذون كما ورد ذلك عن ورقة بن نوفل وهو يعلم بعلم أهل الكتاب فبيّن له صلى الله عليه وسلم أنه سيعادى فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق ودائما جميع إنسان يأتي بالهدى وبالصلاح فإن قومه سيؤذونه والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو إمام المتقين عليه الصلاة والسلام وسيد الدعاة عليه الصلاة والسلام وكما ذكرنا فيما مضى أنه قد امتحن عليه الصلاة والسلام وكما سنذكر في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه قد ذاق كل أذى عليه الصلاة والسلام لأنه كما قال هو عليه الصلاة والسلام المرء يبتلى على قدر دينه وأشد الناس بلاء أن هم الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع من ورقة أنه سيؤذى وأنه سيعادى فكانت هذه مثل التهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سمع من ورقة هذا الكلام ووضعه في نفسه وقال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتك لأنصرنك نصرا مؤزرا وهذا أيها الإخوة الذي يجب على كل مسلم أن يكون عونا للمصلحين أن يكون عونا لكل من يدعو إلى فضيلة ونقول دائما أن أولئك الذين يدعون إلى الفضائل وإلى الإصلاح والمصلحين أنهم سيعادوا لأن الحق والباطل هما ضدان متحاربان إلى يوم القيامة فالفساد موجود لكن يجب على المصلحين والناس الذين الصالحين أن يصلحوا فالله جل وعلا قد تكفل بحفظ البلاد إذا كان فيها مصلحون وليسوا صالحون فقد يكون البلد فيه صالحون لكن يحل الفساد كما جاء في حديث أم المؤمنين قالت أو نهلك وفينا الصالحون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الفسد إذا كثر الخبث فإذا كثر الخبث هذا دليل على عدم الإصلاح وأن أولئك الصالحون اكتفوا بصلاحهم فسيهلكون ويهلكوا الناس معهم جميعا أسأل الله جل وعلا أن يكثر المصلحين في بلادنا وأن يبعد عننا الفاسدين والمفسدين هو ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد